السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رفع جودة الفيديوهات. وانا حابة اقول لك انه الذكاء الصناعي الان تطور لدرجة كبيرة وبدأ يرفع جودة الفيديوهات الى جودة الفور كي وبشكل مجاني. ما اطوع عليك اكثر من كده. جيب مشروبك مفضل وتاب معي الفيديو حتى النهاية عشان نستبيد مع بعض. ونقول بسم الله. ويلا بيا نبدأ. حياكم الله من جديد. كيف نرفع جودة الفيديوهات لدرجة اه نستغني عن الكاميرات. نستغني عن كاميرات السوني نستغني عن كاميرات نيكون نستغني عن كاميرات كانون. لدرجة انه راح نشتري بعدها ادوات احترافية عشان نصور او نصنع محتوى. تقدر الان تطلع ادوة تصوير احترافي وترفع جودة الفيديو اللي عندك اللي في الجوال. اي جوال عندك الان تصور فيه سواء ايفون او اندرويد او سامسونج. حرفيا بعد ما تستخدم هذا موقع فعلا ما راح تفكر انك تشير كاميرا احترافية ولا تستخدم اي كاميرا احترافية. بعد ما شفت النتاج انا كوني عندي خبرة كبيرة في التصوير. وعندي ادوات احترافية. شفت الجودة اللي اعطنيها صراحة. فعلا تفوقت على جودة الكاميرات والادوات اللي انا مشتريها. مبالغ تجاوزت الخمسة الف دولار. فعلا شي خرافي جدا. والشي العجيب انه يعالج لك الفيديو بدون ما تروح لأي موقع مونتاج. او او لأي تطبيق مونتاج مثل بريمير برو او اه او دافنشي اروح اختار الفيديو اللي عايز انا ارفعه بالذكاء الصناعي. هذا الفيديو نفس اللي انا اشتغلت عليه حاليا تمام? راح ترفعه للموقع. مباشر بعدها ايش يسوي الموقع? يبدأ يحلل الفيديو بتحليل دقيق. يعني كل عنصر داخل الفيديو يبدأ الذكاء الصناعي يحلله من خلال خوارزميات الذكاء الصناعي يحلل الالوان يحلل العناصر الموجودة داخل الفيديو ولا الناس اللي تتحرك يميز البشر من العناصر ثابتة من الجماد يميز كل حاجة باستخدام خوارزميات الذكاء الصناعي. ويبدأ يعطي كل شيء لونه الحقيقي ولونه الطبيعي ويرفع جودة الفيديو الى درجة احترافية جدا. والموقع يقدم لك هذه الخدمة بشكل مجاني. الان انتظر بعد اه ما يقوم الان برفع الفيديو يبدأ الان هو يعالج الفيديو بالذكاء الصناعي. راح الان اشوف كيف النتيجة راح تكون وكيف شفنا نتيجة مع بعض في بداية الفيديو وراح نشوف النتيجة الان كيف يرسوه هذا الموقع بطريقة احترافية. لاحظ معي الفرق هنا. لاحظ معي هنا. يعني صراحة والله انصدمت كونو انا عندي ادوات اه ادوات تصوير عالية الجودة. عندي خبرة في المونتاج. عندي خبرة في تعديل الوان الصور والفيديوهات. يعني صراحة مبهرت من النتيجة العطانية هذا الموقع. وبدون ما استخدم اي شيء لو اكبر الفيديو الان. برنامد الفيديو يا صديقي من البرامج المستحيل احد لاحظ معي الجودة كيف. لاحظ معي الصورة كيف صارت بعد عملية التعديل من موقع صراحة اه جودة عالية جدا يعني جودة خرافية. اعطاني شكل وستايل كأن الفيديو وكأني انا مرسوم رسم وآآ كأني فعلا مرسوم رسم بالتصوير مو فقط تصوير عادي. شوف الجودة انا انا يهمني الجودة الفيديو. ما يهمني لكن الجودة الفيديو جودة عالية جدا. ارجع لورا. اشوف الفيديو قبل ما انا اشتغل عليه. هذا قبل ما اشتغل عليه. لاحظ معي. برنامد الفيديو يا صديقي من البرامج المستحيل. ما في شيء واضح. كله فيه نويز داخل الفيديو. الظلالة غير متزنة. الوان غير متزنة. البشرة غير واضحة. الشخصية غير واضحة. شوف الآن بعد. البعد يعني اعطاني وضوح في الصورة. اعطاني اشياء رائعة جدا. ببساطة الان اقدر نزل الفيديو. اشوف عندي على الكمبيوتر بشكل مجاني. طيب هذا الفيديو الان نزل عندي. راح اشوفه الان وشوف الفرقات بعد. وقبل ما تم استخدم موقع في ميك. اللي يعطيك هذه الميزة ويقدمها لك بشكل مجاني. هذا الفيديو. اشيله الان واخده. هنا. تمام. هذا الفيديو. صار عند الفيديو. هذا قبل وهذا بعد. لاحظ معي الجودة قبل. لحظ معي الجودة قبل. ولاحظ معي الجودة بعد. يعني صراحة اعطاني جودة عالية جدا. لاحظ الجودة قبل وبعد كيف صارت. فصراحة شيء مميز جدا. هذه قبل وهذه بعد. اعطاني فيديو مميز جدا. اعطاني فيديو عالي الجودة. فانصحك ندا تستخدم موقع في ميك. واذا عجبك هذا المحتويوى. اعجبك هذا الشرح البسيط. لا تبخي عندي باللايك والشير والاعجاب واشترك في القناة عشانには ما يفوتك اي جديد في القناة. وخاصة ادوات الذكاء الصناعية تستفيد منها في اه اعمالك كلها. وتلاقي جوا قروبات الذكاء الصناعي. وقروبات كثيرة في يدك واشياء كثيرة تستفيد منها في ادوات الذكاء الصناعي. واشوف ك ان شاء الله في الفيديو الجاي. وفي الختام سبحانه الله بحمدك. اشهد ان لا اله لانت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.